السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميس اسماء على قناة ساينسوز ميس اسماء حبيبي ستودينت اف ساكند برب اهلا بيك يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنبدأ ناخد يونت سري لسون وان ربريدكشن ان بلانت بورت تو في بورت وان هسيبه في الدسكريبشن بوكس تحت وهيبقى في بورت سري فبننسيش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد نبدأ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الربريدكشن ان بلانت وقلنا انه فيه 2 types of reproduction sexual reproduction وايه sexual reproduction sexual reproduction بيتمى في الفلاورينج بلانت عشان الفلاور is a gentle organ of the a of the plant واتكلمنا كمان ان الفلاورز ديت عشان تبقى typical flower لازم يكون عندها ايه 4 floral walls اربع محيطات زهرية تمام تمام وتكلمنا ان فيه زهرة بتكون bisexual flower اللي هي الهرمافروتت فلاور اللي بتحمل ايه الميل والفيميل ارجن اللي هو الجينيسيوم والايه والاندريسيوم وفيه زهرة بتبقى ميل وفيه زهرة تانية بتبقى female دي بتبقى اسمها unisexual flowers والنبات بيكون unisexual plants بيبقى فيه جزء منه ميل وجزء التاني يكون female النهاردة بقى هنتكلم على steps of sexual reproduction in plants يترى ايه هي مراحل التكاثر الجنسي في النبات مراحل التكاثر الجنسي في النبات انه هيتم فيه طبعا في flowering plant عشان flower is a gentle organ of plants وبتتدم ما بين female reproductive organ اللي هي الجينيسيوم and male reproductive organ اللي هي الاندريسيوم يبقى بتتم ما بين ايه female reproductive organ and male reproductive organ بتتم على خطوتين اللي هي التقصيد عملية التلقيح هي ايه؟ عملية انتقال حبوب اللقاح من الانسرز of a flower to a stigma of a flower يبقى هيا انتقال حبوب اللقاح من الانسرز للستيجما من male organ للfabel organ يبقى ديها عملية التلقيح التلقيح or pollination واحنا اتفقنا ان الانسر بيبقى جواه فور ايه بوليت شامبر جواهم ما بيحصل فيهم نطج بيحصل لهم ايه بيحصل لهم ايه بيحصل لهم ايه بينكسروا وبتنفجر كده القوة دي وتطلع عمين حبوب اللي قحتها انتشر في الهوى عشان توصل للايه للفيميل اورجان اللي هي الاستيجما يبقى البولينгрين بقوا الانسر بيحصل لها ايه ايه بيحصل لها ايه بيحصل لها وهيه بيحصل لها ايه بيحصل لهانصر ايه بيحصل لها امسة وينكسر لها yet with spreading of 跟你بنى وينتشر منه ايه البولينغرين لما بتبقى البولينغرين ليحصل لها ما كان الهوى troops طيب يبقى البولين جرين بتبقى very small cells formed in the answer inside the a the pollinate chamber when those grains become mature the answer spread longitudinally بتنقسم كده طوليا and the a the pollen grain spread in the air like dust وبتنتشر في الهوى كأنها دست كأنها ايه كأنها دست طيب ايه هي types of pollination انواع البولينيشن او انواع التلقيح نوعين عندي من انواع التلقيح يا اما يكون self او auto pollination او mixed cross pollination يعني ايه self pollination self pollination يعني الزاهرة هتكون هتنتقل فيها البولين جرين from the answers to the stigma of the same flower يبا هتنتقل من الانسر للي stigma of the same flower او to the stigma of another flower on the same plant يعني ايه يعني هو انتقال حبوب اللقاح من الانسر بتاعت الفلاور للي stigma بتاعت نفس الفلاور عشان الفلاور هتبقى ايه هتبقى بايسكشول او هرمافروديت فلاور او انتقال البولين جرين من الايه من الانسر to the stigma of another flower بس on the same plant على نفس النبات برضو النبات هيكون ايه هيكون ساعتها هرمافروديت فلاور ده كده السلف او الاوتو بلونيشن انما الميكس البولونيشن هو انتقال بقى بس يكون من نفس النوع لان النبات هيكون من نوعين نوع منه فيميل ونوع ميل فانتقال حبوب اللقاح من الميل بلانت للايه للفيميل بلانت يبقى ده الفرق ما بين الاثنين يبقى ما يجي كده اعرف الفرق ما بين الاثنين هولي السلف او الاوتو بلونيشن it's the transfer of pollen grain from the answers of a flower to the stigma of the same flower or to another flower in the same plants زي ما نشايف كده هو انتقالها من الانسر to the stigma of the same flower or to a stigma of another flower on the same plant على نفس النبات تمام تمام طب اللي مقصد او ال cross pollination it's the transfer of pollen grain from the answers of a flower to the stigma of another flower in another plant of the same kind على نبات اخر بس من نفس النوع ده كده ايه الفرق ما بين الميكسد والسلف طيب هنه يبقى اخد الريزنس بقى of occurrence ايه اسباب ظهور ال self pollination في بعض الانواع وميكسد بلونيشن في بعض الانواع اسباب ظهور ال self pollination ان الفلاور بتكون بايسكشوال او هرمافروض بتحمل الميل والفيميل ارجان in the same flower تمام والانسرز والاستيجما بتوعها اما ينضجوا مع بعض فيحصل ما بينهم on the same flower اللي اتنين بيبقى الظهرة ده الانسرز والاستيجما نضجوا مع بعض في نفس الظهرة فيحصل ما بينهم البولينيشن او ان الظهرة اصلا ما يحصلهاش بلومينج ما تتفتحش غير لما اللي اتنين ايه ينضجوا ويتكمان تتم عملية الفيرتليزيشن وتتم عملية التخصيب زي في نبات تاني اسمه pearly plant زي في نبات اسمه ايه pearly plant يبقى الفلاور must be بايسكشوال عشان يحصل فيها self pollination لازم تكون بايسكشوال فلاور او هرمافرودت فلاور الانسرز and the stigma are matured in the same time such as flax plant or no plumbing فلاور until completion of filterization process such as pearly plant يبقى ما يحصلش امدن تفتح غير لما كمان تتم عملية الايه التخصيب اللي هتتم بعد عملية التلقيح طيب لما يبيه ناخد بقى reasons for a mixed pollination ان الفلاور هتكون bisexual and its answers mature before it's a stigma يبقى ممكن يتحصل في الظهر لو كانت بايسكشوال ان الانسرز بتاعتها تكون نضغت قبل الاستيجما فعشان كده هينتقل من ال a من answer ل a الاستيجما على ظهرة تانية او ان الفلاور تكون unisexual في حصل ما بينهم ما بين male flower و female flower يبقى reasons of occurrence for the mixed pollination ان the flower is bisexual and its answers and the stigma aren't matured at the same time such as sunflower plant زي نبات some flower او تباع الشمس with the flower is the only sexual such as mass plant زي نبات الدور تمام تمام طب لما يجيلي بقى سؤال give reason يقول لي بعد عمليات التخصيب طب يقول لي الطرق التلقيح الخلطي عندي اما يكون by wind اللي هو by air or by insects or by air or by artificial pollination التلقيح صناعي يبقى ما يكون pollination by air or pollination by insect or artificial pollination الواحد اللي هو pollination by air البلination by air او wind اللي هو التلقيح عن طريق الرياح بتبقى hanged بتكون ايه متعلقة الanswers بتاعت الفلاور دي اللي بيحصل فيها pollination by air لازم الanswers بتاعت بتكون ايه they are hanging زي ما انا شايف كده متعلقة كأنها وقعة كده البرة لانت بتكون طلعة البرة من الظهر عشان تبقى سهلة انها ايه تتشال في الهواء تاني حاجة البولين جرين بتاعتها بتكون light and dry بولين جرين بتكون خفيفة وجفة عشان تبقى سهلة في الانتقالها عن طريق الهواء كمان الاستيجما بتاعتها بتكون ايه sticky and feathery شبه الريشة كده عشان تزق فيها حبوب اللقاح بسهولة يبقى عندها خاصيتين مهمين قوي الظهرة اللي بيتم فيها البولينيشن باي اير ان اول حاجة الانسرز بتاعتها زي are hanging بتكون كده معلقة عشان تبقى سهل قوي لما تتفتح تتفتح في الهواء الهواء ينقلها كمان البولين جرين بتاعتها بتكون ايه بتكون light and dry بولين جرين عشان تبقى خفيفة شكل الريشة كده وفيها ايه وتلزق فيها وولاثقة عشان اول ما تليجي يحمو باللقاح تلزق فيها وتبدأ ايه تاخدها بسهولة يبقى some characteristics of flower in which planation occur by air in answer they are hanged to be easily opened by air and البولين grains they are reduced by huge number to compensate what are lost in air عشان يعوضوا الفقد اللي هيحصل في الهواء وthey are light in weight and dry to be easily carried for long distance by air عشان يحملوا المسافات طويلة ايه في الهواء والستيجما بتاعتهم بتكون feathery and sticky to catch pollen grain from the air عشان تقدر تمسك البولينجرين من الايه لأيه بسهولة دي كده كانت البولينيشن by air او by wind طيب هنيجي بعد كده بقى هنتكلم على ايه على البولينيشن by insects التلقيح عن طريق الانسكتس عن طريق الحشرة البولينيشن by insects البولينيشن by insects ريحة وملونة عشان تقذب الحشرة انها تروح لها يبقى البتل of the is of flower it's colored and assassinated لأيه عشان عشان to attract insect like peas to feed in its nectar يبقى عشان تقذب الحشرات يعيش عن رحيق بتاحها فالبتل is colored and assassinated to attract insect like peas to feed on its nectar كمان البولينيشن بتاعتها بتكون ايه بتكون sticky and having a coarse surface ليها سطح خشن كده زي ما احنا شايفين مدبب و a وتكون sticky لاثيقة ليه عشان ترزق فين في الحشرة فالحشرة لما ترزق فيها وتروح للحشرة على ظهرة تانية تكون male organ فتبدأ تنقى الحبوب اللقاح بسهولة يبقى ليه it's a balling grain it's sticky or having a coarse surface to stick or adhere on the it's a on the insects body يبقى عشان a to stick on the insect body عشان تغذب على جسم a الحشرة وان البتلز بتاعتها تكون colored وليها ريحة حلوة لها عشان تغذب a الحشرات عشان تعيش على الرحية بتاعتها to attract insect to feed on its a nectar طيب الartificial pollination هو اللي هيتم عن طريق الإنسان عملية تلقيح بتاع النخيل بيتم بإيه artificial pollination بإيه إن الجاردنر تمام إن الجاردنر بيقوم بإيه بعملية البلون عن طريق إنه بينصر حبوب اللقاح على الفيميل a flower on the female flower يبقى طب عملية بقى الفيلتريزيشن أنا كده عملية الإيه الإيه عملية البلينيشن إن أنا قالت حبوب اللقاح من الأنسر للإستيجما عملية بقى الفيرتليزيشن أو الإخصاب عملية الإخصاب إن بعد ما البلين جرين بتدخل جوه الإستيجما بتاعت الفلاور البلين جرين بيحصل لها إيه بقى بيحصل لها إنقسام الجرميناشن أو إنبات عملية البلين جرين بيحصل لها إنبات بتنبط إزاي عشان أفهم بيها إن إزاي بيتم عملية الفيرتليزيشن هنجيب جروب فلاور كونتين يكون فيها راب بولين جرين وإيه هنجيب دايليوت تجريج ريسوليوشن وغلاس لاي كافر وووتر وميكروسكوب يبقى أنا مجموعة أظهار كده يكون فيها رايب بولين جرين وأبدأ أجيب شوية دروبز من دايليوت 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 وحط عليه شوية بولين جرين وأبص تحت الميكروسكوب أبدأ أتفرج على اللي بيحصل جوه إيه البولين جرين هلاقي إن البولين جرين بتاعتي يبقى دايليوت الأول البولين جرين العادية جواها إيه الحبة اللقاح العادية خلايا عادية فيها تيوب أوف نيوكليس تمام قناة النواة وفيها جرين نيوكليس بيبدأ مع وجود تبدأ عملية الإنبات وتظهر عم إيه تظهر إن البولين تيوب بتاعت دي تبدأ تكبر وتطول وإن النيوكليس بتاعة البولين جرين تنقسم لتدين 2 male نيوكلي يبقى بيحصل أن قسام جوه النيوكليس وتدين 2 male A نيوكلي يبقى إذا البولين جرين البولين تيوب اللي أنا شفتها دي طالع أه كنتين 2 male نيوكلي and 1 إذا هحطت عليها طبعا وطر مش يحصل لها إنبات يبقى أنهي اللي يحصل لها إنبات اللي حط عليها الشجر إيه سليوشن إنما اللي حط عليها وطر مش يحصل لها أي إنبات إمتى يحصل بيحصل لما بيبقى فيها وسط غذائي مناسب لها للإنبات زي مثلا مين زي وده اللي حشوف في إن أنا اللي حط عليها هلاقي حصل فيها مزهرت ل إنما اللي حط عليها الوطر هلاقي مش هيحصل فيها أي جرمي نيو يبقى وإن البولنجرين لما بتحصل إنبات بيحصل نيوكليس بتاعتها بتنقسم ل2 ميل نيوكلي وبتظهر لما يسمى بالتوب of a نيوكلي وان تيوب نيوكلي وإي 2 ميل نيوكلي طيب الأكتيف دي هعرف الخطوة دي هي اللي بتحصل البولنجرين تدخل جوه اللي السيجمة بتاعت الفلاور عشان تتم عملية ال ايه السيجمة ايه مراح البولنجرين واقفة هي فوق ما فيهاش اي حاجة الاولينية بيتم انتقال حبة اللقاح لل السيجمة الاستيجمة دي بتفرز ايه محلول سكري فبتعمل ايه فبتبدأ عملية بتاعت البولنجرين بتتكون البولنجرين جواها 2 ميل نيوكلي بعد كده البولنجرين دي تمتد 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 لغاية من لغاية ما تروح لل لغاية ما توصل لل لغاية ما توصل لل بوايضات اللي موجودة جوه الأوفري بها تمتد خالص خالص صغيرات ما توصل للبوايضات يبقى زبولنجرين عن طريقة عايي المايكروبايل تمام الاند بتاعت هتروح مفتوحة ومطلع من التون نيوكلياس اللي موجودين دول تتحد مع ايه مع اوفا يبقى هتتحد مع ايه فيوز وز اوفيم وان ميل نيوكلياي فيوز وز اوفيم يبقى واحدة من الميل نيوكلياي هتتحد مع بوايدة وتكون الجنين او الزي كد يبقى after pollination the pollen grain sticks on the stigma which secrete sugary solution زي ما انا شايف كده the pollen grain germinated forming a pollen tube containing two ميل nuclei the pollen tube extend through the stile till it reaches the ovule inside the ovary through the microbial من خلال الميكرو وبعدين the end of the pollen tube degenerated تتفتح and one of the two ميل the ovary وتم عملية الاخصاب forming fertilizes ovum تكون بايدة مخصبة which is known as a zygote اللي مسمى بال a zygote وبعدين الزيجوت دوت اللي هم عبارة عن pollen nuclei مع ovum هيتجونا الزيجوت الزيجوت ده هيدا يتعامل بيه بقى يكون الجالين بتاع عن طريق ان هو يقعد ينقصم وينقصم ينقصم لغاية ما يدين a embryo to form the embryo which is grow forming a new plant اللي يكوني embryo اللي هيكون new plant يكوني الجانين اللي هيكون a new plant يبقى zygote undergo successive division to form the embryo which grows forming a new plant زيما شايف الزيجوت حصل له successive division ان قسمات متتالية في الخلاياة لغاية ما يكون l-embro او الجانين وبالجانين ده اللي يدين new plant يبقى ايه تعريف بقى fertilization implant it's the process of fusion of the nucleus of the male cell اللي هي bolling grain يبقى عملية fusion اتحاد nucleus نواة the male cell with the nucleus of the female cell it's the process of fusion of the nucleus of the male cell with the nucleus of the female cell to form zygote عشان يكون cell اللي هي bolling grain with the nucleus of the female cell اللي هي ovum to form zygote طب ايه هو بقى zygote هي اول خلية بتنتج من اتحاد اللي male وال female nucleari يبقى it's the cell result from the fusion of the pollen grain and ovum nucleari طب ازاي بتتكون seeds in the fruits ازاي بتكون seeds and fruits تكون البذور والثمار جوه النباتات بيتم بعد عملية الfertilization ما تم after completion of fertilization process هلا ان الول of the ovary is developed to become the outer coat of the fruit which is called the bericarb and the wall of the ovule it developed to become the seed coat بيتحور لأنه يبقى seed coat يبقى السيد ايه السيد كوت غطاء البذرة والأو نفسها هي الوفري كله يبقى الفروت الوفري هو هو الاؤتر كوت بتاع الفروت بتاعتي اللي هو البركارب والوال هو هو الكوتد سيد او السيد كوت هو غطاء البذرة والوفيول البيضة نفسها بتبقى هي البذرة هللاق ان الفروت تختلف من بعضها على حصل طبيعة الوفري فهللاق ان الوفري على حسب ايه الوفري ممكن بقى شكله ايه اما تكون زي ايه زي مثلا الزتون زي الخوخ ده بتبقى بويدة واحدة بتدينا ايه بتدينا بذرة واحدة زي ما انا شايف الخوخ كده بقى بذرة واحدة بس او ايه ماني اوفيولز جيفز افروت ان دي ماني سيدز تدينا ايه ماني سيدز وز ايه وز اه وز اه وز وان فروت فبتدي افروت واحدة جواها كذا بذرة زي مثلا ايه زي البينز والبي اه زي البسلة و الفول زي البسلة و الفول تمام تمام وكده حبابي خلصنا البرت بتاع النهاردة يا رب نكون استفدنا من ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس واستنونا في بارت 2 واستنونا في بارت 3 اشتركوا في القناة